مع استمرار الاحتلال التركي في التصعيد وشن الهجمات على العديد من جبهات القتال بشمال وشرق سوريا أكد الرئيس المشترك لمكتب الدفاع في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا زيدان العاصي في تصريح خاص لقناة اليوم أن الاحتلال استغلل شغال العالم بالوضع الأفغاني لشن هجماته على المنطقة مشيرا إلى أن التفاهمات السيتانا هي التي فتحت المجال لهجمات الاحتلال لماذا هذا الهجوم وبهذا الوقت الهجوم بهذا الوقت له دلالات عدة أولا تحاول تركيا أن تفشل المشروع مشروع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بكل ما تملك من قوة فاستغلت انشغال المجتمع الدولي بالتطورات الحاصلة في أفغانستان النقطة الثانية هي التوافقات الموجودة والتي تم الاتفاق عليها في اجتماع استانا الأخير وهو تبادل المواقع الجغرافية بين النظام وتركيا التصعيد المستمر منذ أكثر من عشرة أيام ستكون له عواقب كارثية على المنطقة بحسب تأكيدات الإدارة الذاتية كما أنه سيشكل فرصة لداعش لإعادة تنظيم صفوف العناصر الإرهابية لكن الحرب لن تكون كما يخطط لها الاحتلال التركي هذه المرة لن تكون هذه الحرب كما تشاءها تركيا تركيا تحاول دائما أن تخترق في محور أو محورين في منطقة ضيقة لكن لن تكون الحرب في هذه المرة كما هي في المرات السابقة ستكون الحرب شاملة على كامل خطوط التماس بين شمال الشرق سوريا من الشهباء وحتى منطقة تل براك من جانبها تؤكد قوات سوريا الديمقراطية التزامها بالاتفاقيات الدولية لوقف إطلاق النار لكنها تشدد على أنها لن تتردد في الدفاع عن مناطق شمال وشرق سوريا في حال استمرار الاحتلال في شن هجماته ونحن كقوات سوريا الديمقراطية ملتزمين بالتفاهمات التي جرت بين التحالف والأتراك من جهة وبين روسيا والأتراك من جهة أخرى لا نود أن الدخول في هذه المعركة لكن في حال بدأت هذه المعركة فمن حقنا الطبيعي أن ندافع عن أنفسنا وسندافع عن أنفسنا وقوات سوريا الديمقراطية تملك الخبرة وتملك العقيدة وقادرين على صد هذا العدوان هذا وما تزال مناطق شمال وشرق سوريا تتعرض لهجمات من قبل الاحتلال التركي والفصائل الارهابية التابعة له فيما ترد قوات سوريا الديمقراطية والمجالس العسكرية على مصادر تلك النيران